الله أكبر هذا ليس تهليل عيد إنما تهليل وترتيل بحناجر تصدح فرحا بالنصر وهي القدس التي لا تقبل إلا أن يدخلها المنتصرون من كل حد وصوب هو تهليل عيدا أكل حصتهم فيه جيش الاحتلال لكنه عيد بعيدين عيد فطر وعيد نصر فتفتح القدس أبوابها بما صنعته الشوارع وشبابها وغزة وصمودها تحت سطوة الصواريخ والقنابل بعد 11 يوما تعلن إسرائيل وقفها للنار من جانب واحد جانب ادعت كما كانت تدعي في جولات سابقة أنها استمعت لدعوات دولية غير أنها تناقض ذاتها فرئيس وزرائها لم يستمع للرئيس الأمريكي ولم يلقي له بالا حين كان يدعوه لوقف إطلاق النار لكنها مرغمة أوقفت هجمتها بعد أن استبيحت مستوطناتها خوفا وذعرا وتحولت حياة قاطنها في الملاجئ واستبدل هدوءهم المزعوم بصوت صفرات الإنذار أثنية فجرا كانت ساعة إعلان التهديئة لتختتم غزة مواجهتها بكلمة أخيرة لها رسمتها رشقة الصواريخ في الغلاف وهنا غزة لم يمنعها الركام والإجرام بحق أهلها من أن يخرج النسوة والأطفال والشباب يرتلون نشيد النصري والصمود الله أكبر والإله الحم الله أكبر والإله الحم وللعالم الذي يتفرج على المجازر تكشف لهم الصورة وتكشف لهم بشاعة الإجرام وتختفي الدمعة فرحا بقوافل الشهداء يطفئون بماء الصبر مقترفته يد الجيش الإسرائيلي أما الفداء لأجل حي الشيخ جراح فقد نجح فيه صمود الفلسطينيين بتحذير وتهديد لأمن إسرائيل إذا استباحت مجددا البيوت أو حاولت تقييد الأقصى من جديد خسرت إسرائيل ما خسرت من أرقام وأمن وزرع في قلوب ساكنها خوف وذعر فيما نجحت غزة في أن ترسم حياتها من جديد لتبقى الأهزجة الشعبية لغة الفرح التي تجمع الفلسطينيين على وطن لا يرضون عنه بديلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر